قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه مستعد للإدلاء بإفادته في قضية انفجار المرفأ إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه وأضف عون خلال لقاء المدعي العام التمييزي القاضي غسان عيدات أنه لا أحد فوق العدالة مهما على شأنه وأن العدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله الضمانات إلى ذلك تتواصل المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب قغتي أنه لن يتم تشكيل الحكومة قبل الرابع من أغسطس المقبلة وفي هذا الإطار أشار ميقاتي لأنه سيبدأ الحديث عن أسماء أعضاء الحكومة اعتبارا من الاثنين المقبل مشددا على أن أولوات الحكومة المقبلة ستكون الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء في وحل الأزمة انزلق لبنان ولم يكن من السهل على رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي خروج البلاد من أزمة تشكيل الحكومة وسط الكثير من العراقيل التي تواجهه في مهمته الجهود التي يبذلها ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية لا تعني زوال الخطر الذي يحاصر لبنان على أكثر من جبهة خصوصا الوضع الاقتصادي المنهار والمخاطر الأمنية المتفاقمة ولكن اللبنانيين يعولون على ميقاتي في مهمة تشكيل الحكومة والذي أكد أنها لن تتم قبل الرابع من أغسطس المقبل كمحاولة للخروج من بعض الأزمات الأزمة اللبنانية أبعد من أي حل قريب فيبدو أن مهمة ميقاتي لن تكون سهلة خاصة أنه ربما سيواجه مطباط سياسية على غرار التعقيدات التي واجهها سلف في التكليف سعد الحريري بعد تصريحه بأنه لا يمكن أن تكون حقيبة الداخلية والعدل ملك فريق معين ورغم أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف أكد وجود تفاهم وتعاون كامل مع الرئيس اللبناني ميشيل عون بشأن المعايير وإبقاء النقاط الخلافية جانبا وأن مهمته هي أنقاذ لبنان إلا أن الوقائع السياسية لا تبشر بذلك فواتيرة حركة ميقاتي تتسرع في لقاءاته مع رئيس الجمهورية ويحرص على التنصيق والتواصل معه لكن المسائل العالقة لا تزال على حالها حول كيفية توزيع الحقائب وآلية التسمية الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء ومفاوضة صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات هي أولوية الحكومة اللبنانية المقرر تشكيلها من ميقاتي فهل ينجح في مهمته لتشكيل الحكومة أم ستحاطه بالعراقيل؟ ما زلنا في لبنان حيث أكد القائد العام للجيش اللبناني لماد جوزيف عون أنه من غير المسبوح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزع زعدي أمنه واستقراره داعيا العسكريين اللبنانيين إلى عدم استماح لأحد بأن يستغل ترد الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانهم بوطنهم ومؤسستهم جاء ذلك في رسالة وجهها قائد الجيش اللبناني العامات جوزيف عون إلى العسكريين بمناسبة ذكرى السادسة والسبعين لعيد الجيش والتي توافق الأول من شهر أغسطس حيث أكد عون أنه رغم الأزمات المتلاحقة والتي تتفاقم يوما بعد يوم تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محطة أمال اللبنانيين بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت فقط الشعب ودول العالم